في سؤال جالنا على الصفحة بيقول اني واحدة بتقول انا بفكر اتجاوز بطريقة مختلفة ايه هي طريقة مختلفة؟ ان انا اتجاوز وما اخلفش ولو احتاجت طفل اكفل طفل هو السؤال كما يبدو كما يبدو يعني اولا الخلفة ليست شرطا في الجواز لكن المشكلة في فكرة ان انا عايز اتجاوز جواز مختلف يعني ايه اللي حاصل؟ يعني طب نفرد ان المقص ان الزوج اراد ان هو يخلف احنا طبعا بنقول الخلفة لازم اتفقوا عليهم الاتنين طب يفرد هو اراد ان هو يخلف في لحظة او انت ارادت ان انت تخليفي ما تفتهميش ان الجواز بتاعك كده هيبطل يعني ماشي لو جوزتي وما اردتيش ان انت تخليفي جوازك صحيح بس افردي ارادت ان انت تخليفي مش هتحتاج تجدد الجواز الجواز هيستمر ففكرة ان لازم نخليفي الجواز لا مش لازم طيب ان انت ما تخليفيش وتكفلي طفل لا بأس لا بأس ان انت تعملي كده ان انت تكفلي طفل وكفلت الطفل ده شيء شيء من اعظم القربات لان كفالة الاطفال تدخل في معنى كفالة اليتيم تدخل في معنى كفالة اليتيم ورسول الله الصحيح قال انا وكفل اليتيم كهتين في الجنة يبقى اذا اه اللي هيحصل ده هيكون صحيح بس اخشى ما اخشى من كلمة ايه من كلمة ان انا عايز اتجوز جواز مختلف فكرة الجواز المختلف ده ممكن تخلي الانسان لا يصل الى الرضا الزواجي والرضا الزواجي هو المعنى والقيمة المسؤولة عن استمرار الجواز يعني الزواج يستمر بسبب التوافق الزواجي الموصل للرضا الزواجي ونزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن ومؤمنة اذا كره منها اخوله قال رضي منها الاخر يبقى الرضا الزواجي هو اللي بيخلينا نستمر في الزواج وعشان كده بلاش فكرة ايه انا عايز اتجوز بطريقة مختلفة على فكرة دي مش طريقة مختلفة انت بالعكس ده طريقة مباحة ان الواحد يتجوز وما يخلفش ده طريقة مباحة ليس فيها اي اث مش لازم الواحد لما يتجوز لازم يخلف لكن ممكن انسان يتزوج وما يخلفش فلذلك ده جائز ومسألة ان احنا نكفل طفل كمان ده جائز وليس فيه اشكال نعم